موسيقى 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 السلام عليكم وحمد الله الشركات النفطية تقوم بحفر الأبار لكي تنتج النفط الغاز ومنها تبيعها أو تستثمر فيها وبالتالي تكسب منها وتربحها لكن قبل أن الشركات النفطية تقرر حفر أبار في مجموعة من العوامل تتخذها في الاعتبار قبل أن تقرر تحفر سواء كان هذا البيل استكشافي أو استطلاعي او كان تطويري او كان ضخ او انجيكشن الشركة لا تقرر أن تحفر إلا عندما تكون عندها جميع البيانات جميع المعلومات التي تتأكدها وجود الهيدوكابون في المكان الذي يحفر فيه ثانياً جودة المكمل النفطي أو الخزان النفطي القدرة الإنتاجية للبيل رابعاً بالإضافة إلى التكنولوجيا والمعدات المتطورة التي تناسب تصميم أو نوع البيل الذي يحفره وأن كل هذه المعلومات تكون متوفرة فإن الشركة تدير استثمت أو تقييم للأريا بتاع الحفر البير للأريا بتاع البير بعدين تقرر تحفر البير أو ما تحفراش في الفيديو هذا سنتكلم عن العوامل التي تأثر على قرار الشركة لحفر أبار نفطية قيمة وكرا الله العوامل اللي تأثر على قرارات حفر الأبار النفطية أول عامل اللي هو surface geomorphology أو طبيعة السطح اللي بيتم فيه عمليات الحفر العامل الثاني اللي هو type of structure اللي هو طبع نوعية التركيب الجيولوجي اللي موجود تحت السطح البتروليوم system أو النظام البترولي العامل الرابع اللي هو خاصية عدم التجانس الصخري أو ما يعرف بالهيتروجينيتي العامل الخامس اللي عمق أو عمق المكمن الدبت سادسا technical stuff أو طاقم العمل المسؤول عن عملية الحفر والإشراف عليها نجو لـ surface geomorphology أو طبيعة السطح تحديد موقع حفر البير يعتمد بشكل كبير على طبيعة السطح أو الجيومروفولوجية اللي طبعا السطح اللي حتوضع فوق هالحفارة بتاع البير السطح لا يجب أن يكون منحدر أو مائل أو يكون محفور أو يكون بالقرب من أودية أو علي تلال مثل تلال الرملية قاعدة أساسية ضروري السطح يكون مستوي أو flat طبعا ليش لاستقرار وتوازن الحفارة وثلاثة سير العمليات في موقع البير ومرونة في المواصلات بين موقع البير وبين القاعدة أو الكامب العامل الثاني اللي هو نوع التركيب الجيولوجي أو type of structure نوع التركيب الجيولوجي يتحكم أو يعتمد عليه خطط تحديد وتحسين موقع البير النفطي بالإضافة إلى الاستراتيجية اللي بنحفر بها البير ليش؟ معرفة نوع التركيب الجيولوجي مهمة لأن التركيب زي الطيات والصدوع بأنواعها بالإضافة إلى أسطح الفرق الزمني أو ما يعرف بالسيكونس باوندري تتحكم بهندسة وشكل وامتداد المكمن وبالتالي مقدرة المكمن على احتواء المواقع لهالهايدروكاربون وكيفية توزيعها داخل المكمن من حيث الكيف والكم بعدها نجو لنظام البترولي أو البتروليوم سيستم النظام البترولي لازم تتم دراسته في المنطقة المراد حفر بير فيها والهدف طبعا هو تأكيد وجود الهيدروكاربون من عدمها في العديد من الأسئلة اللي يجب أن تكون إجابتها جاهزة قبل الحفر أو التطوير ومن هذه الأسئلة متعلقة من نظام البترولي زي هل في طبقة غير نفادة فوق المكمن علشان تمنع هجرة النفط؟ كم يبعد صخر مصدر عن المكمن؟ وين موقع بتاعه أسفل المكمن أم بعيد عليه بمسافة وفتجاه معين؟ هل صخر مصدر هذا يغدي أكثر من طبقة المكمن؟ شن هو الزمن التقريب اللي حدثت فيه الهجرة من الصخر مصدر للمكمن؟ هل خواص المكمن جيدة من حيث المسامية النفادية بدرجة أولى؟ شن هو التركيب الصخري بتاع صخر المصدر؟ شاي اللي لايمستون؟ أي نوع تاني؟ شن نوعية المادة العضوية أو الكيروجين بالتحديد؟ نوعية الكيروجين؟ نوعية الكيروجين تحكم نسبة الزيت للغاز كمان هذا لا لا على كمية الغاز اللي جاف إن وجد داخل المكمن؟ شن هي المسافة اللي هي هاجر من خلال هالها هيدروكربون؟ حيث المسافة هي تأثر على الخواص الهيدروكربون لما يوصل للمكمن؟ طبعا كل هاد الأسلة وغيرها أكثر لازم يتم الإجابة عليها قبل حفر أبار في منطقة في مراحل الاستكشاف أو التطوير نجو بعدين لخاصية عدم التجانس أو الهيدروجينيتي عدم تجانس التركيب الصخري أو مايوع في الهيدروجينيتي تأثر على اختيار موقع الحفر وتصميم البير بإضافة إلى كم عدد الأبار المخطط لحفرها من قبل الشركة عشان نفهم نقطة هدي أكثر خيال أن أنت عندك اثنين حقول المكمن بتحهم مكون من حجر رملي أثنين حقول حق الألف أو حق الواحد وحق الاثنين أثنين حقول المكمن بتحهم مكون من حجر رملي ضمن بيئة ترسيب نهرية باي الحق الرقم 1 مكون من مجموعة من قنوات نهرية تركيب الأساسي حجر رملي نظيف أي خالي من الطين أو clean sandstone وهذه القنوات تكون متراكمة فوق بعضها البعض vertically stacked كجسم مواحد للمكمن النفطي هذا بينما في الحق الاثنين المكمن مكون من مجموعة من القنوات النهرية المعزولة ومفصولة عن بعضها بحيث كل واحدة لها نظام ترسيب متبايعا الأخرى وهذه القنوات مكونة من حجر رملي طيني وأي فيها نسبة من الطين تتروح من عالية إلى متوسطة من قناة إلى أخرى نجيل الحق الرقم 1 بشكل عام حفل الأبار كيف هيكون؟ هيكون ضمن حدود القنوات النهرية المتراكمة فوق بعضها حيث أن كل الأبار ستكون مع بعضها تستهدف في الأغلب نفس العمق الكلي يدخلنا في الاعتبار أن المصيدة أو التراب هي طية أو فولت وعادة يكون تصميم الأبار في الحالات هدية بايلوت هول أو عمودي هو مفضل إلى الشركات طبعا في الحالات هدية على العكس لما نجول الحق الرقم 2 في حالة المكمل غير متجانس أي تكون القنوات مكونة من ساندستون مخلط معه طين الأبار راح تكون موزعة علي مسافات مختلفة من بعضها وفي أماكن مختلفة ليش؟ لأن كل بير أو مجموعة أبار راح تستهدف قناة بعينها يعني ستستهدف قناة واحدة معزولة طبعا التوزيع تعال الأبار سيأخذ في الاعتبار الفرق في مساحة وشكل المصيدة بإضافة إلى عمق الحد الفاصل بين المواعح إذا حبينا طبعا نقارنه مع المكن من رقم 1 هذا بإضافة إلى عدد الأبار اللي ستحفرهم الشركة في كل قناة يعتمد على حجم النفط الموجود في كل قناة باي تصميم الأبار في حالة الحق الرقم 2 اللي مكمل فيه طبعا مكون من حجر رملي طيني غير متجانس بيكون أما أبار عمودية باي في مراحل الأولى أو أبار منحرفة الزاوية اللي تعرف بإدفيايتد ويلس أو أحيانا تضطر الشركات في بعض مراحل التطوير أنها تلجأ للحفر الأفقي لاستهداف طبقات الحجر الرملي اللي تكون سمكها صغير أو تكون متبادلة ترسيب مع طبقات من حجر طيني علشان تنتج أكبر طبعا ليش؟ علشان تنتج أكبر كمية من النفط من هذه الطبقات نجو بعدين للعام الآخر هو الدبت أو عمق المكمن طبعا من مشاكل المكان النفطية العميقة أنها مكلفة بالإضافة إلى أن لها أخطاء أخطاء وتأثيرها كبير جدا على الشركة ولها طبعا التمن أو الفلوس اللي دفعتها الشركة اللي حفر البير فكلما كان المكمن أعمق كلما كانت المخاطر أكبر ومخاطر دائما على قمة أوليات الشركات النفطية ليش؟ لأجل حماية حياة والصحة موظفيها وكذلك طبعا ممتلكاتها ورأس مالها حفر الأبارة العميقة لا يخلو من مشاكل في الشركة ديما معرضة أنها تخسر فلوس هلبة ممكن زي ممكن يصيص طاق أو بقاء لمعدات الحفر داخل البير ومعالش تقدر الشركة تطلحها فتخسر جزء من معداتها وممكن حتى تخسر البير نفسها أو ممكن تغير في تصميمها وهذا طبعا كلها مكلف طبعا نهيك عن الوقت الضائع ومخاطر أخرى تصير منها ومنها أشهر خطر اللي هو على حياة الإنسان ما يعرف به البلو آوت أو الانفجار اللي يحدث لما الحفر يوصل لطبقة أو جيب غاز موجود تحت طبقة مسمطة على عمق البير فيكون الضغط في هذا الجيب أعلى بكثير من ضغط البير وهذا ممكن طبعا يؤدي بحياة معظم الطاقم الموجود حول حفارة أو موقع حفر البير لذلك شركة نفطية تتأكد دائما من جهوزيتها وتدعم نفسها بكل التكنولوجيا المطلوبة لحفر الأبار العميقة كبل التخطيط لها بعدين نجوه للعامل الأخير اللي هو التكنيكال سطف أو الطاقم العمل إنجاز حفر البير مسؤولية كبيرة جدا لأنه كل بير يكلف الملايين الدولارات لهذه الشركات النفطية علشان تتأكد وتتضمن أن عملية الحفر تكون ناجحة وتوفي كل الأهداف بتاعها تحتاج أن هي توظف طاقم محترف من مهندسين من مختلف التخصصات التقنية تقدر تساهم في إنجاز عملية الحفر البير الشركة طبعا تحتاج مهندس حفر علشان يصمم مخطط ومراحل حفر البير حيحتاج حفر دريلر علشان يوصل البير للهدف أو المكمن بنجاح حيحتاج طبعا الجيلوجي اللي يقيم جودة المكمن من حيث الخواص ويقدر كمية النفط الموجودة حيحتاج الجيوفيزيائي اللي يقيم موقع البير اللي تم اختياره بالإضافة إلى التعرف على تركيب الجيلوجي الموجودة وللأبر هتنحفر فيها طبعا من خلال السايزميك حيحتاج مهندس النفط دور زبور انجينير علشان يدير اختبار لإنتاجية البير ومراقبة وتقييم ضغط البير لتنال إنتاج ودراسة الموائع لتم إنتاجها حيحتاج أيضا طبعا صناع القرار من مدراء ومن منصقين وأعضاء لجان إدارة علشان يضعوا قارات لتطوير الحقل من خلال حفر الأبر ومنها لزيادة مدخول الشركة من الأرباح جيوسcience skills thank you for keeping learning